عقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعاً مع عدد من مساعده وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية وأستراد محاور الخطط الأمنية تزمناً مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعده وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية وأستراد محاور الخطط الأمنية تزامناً مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية في بداية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني والتي أصفرت عن تحقيق العديد من النجاحات مشيراً إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعيدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية وتبع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مدريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة مشدداً على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقزة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال استخدام التقنيات الحديثة ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها مؤكداً على أهمية أن تتحلل عناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية والاهتمام بالمظهر الانضباطي بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وأكد اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أي مواقف طارئة كما أكد الوزير على أهمية التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية معارباً عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم في تنفيذ المهام المكلة إليهم ترجمة نانسي قنقر